إيش الأشياء المهمة اللي لازم تحطها في بالها أي حامل إن كانت في مرحلة أنا ذكرت حتى يمكن ثلاث مراحل ويمكن هي أكثر مرحلة الحامل أو قبل الوضع أو حتى بعد الوضع طيب نحن نتكلم دحين عن نهاية فترة الحاج إن شاء الله فطبعا بالنسبة للمرأة الحامل حيكون الجهد أكتر بالنسبة له حتكون التعب أكتر بالنسبة لها فالأشياء اللي نحن نركز عليها أول حاجة يعني نحن نوصل المرأة الحامل هو بشكل عام كل النساء بس خصوصا المرأة الحامل إنها لما تمشي مسافات ما تمشي مسافات طويلة وربعات يعني كل ساعة تحاول تريح ما بين عشرة دقائق ربع ساعة هذا رقم واحد رقم اثنين إنها تشرب موية مرة كتير لا يقل عن ثلاثة لتر في اليوم على أساس لنهاية تتلافى أو مشكلة الجفاف خصوصا بارتفاع درجة الحرارة رقم ثلاثة زي ما ذكرنا في الحلقة اللي قبل كده إنه تلبس الملابس حاجاتها دائما تكون قطنية سواء الملابس الداخلية أو الملابس الخارجية وتركز كمان بخصوص موضوع الحداء تبعها إنه يكون يعني مقفل من قدام ومن الخلف على أساس إنها تحمل جولها من تتجرح خصوصا بارتفاع درجة الحرارة وخصوصا الحوامل اللي يكون عندهم مرضى السكري غير كده إنها تأخذ الأمور بأيسرها يعني مثلا يعني تحاول إنها تتفادل الزحمة وتحاول إنها لو حصلت إنها تعبانة إنها ممكن تستخدم الشير أو الكراسي المتحركة على أساس إنها تيسر لها أو تسهل لها تكمل مناسك الحج خصوصا لو بدأت تحس بتقلصات أو آلام في أسفر الظهر أو البطن عندها ممتاز ما يفرق موضوع أثناء السفر إن كان طيارة أو سيارة أو باخرة إيش اللي تنصح في هذا الموضوع؟ نحن بس نركز على نقطة مرة مهمة اللي هي أهم شي بالنسبة لي خلال الرجوع من الحج سواء كان بالسيارة أو بالطيارة أو بالباخرة إن شاء الله يصلوا بالسلامة فأهم شيء وأهم نقطة نركز عليها إنه كل ساعة تقوم تتحرك وحتى لو ما قلت تتحرك يعني ما كان في مجال أن تتحرك بكل ساعة أو تحرك رجولها أقل شيء أقل شيء إنه هي جالسة أو هي منزل رجولها إنها تحاول تحرك مشت رجولها للأمام والخلف بحيث أنها تمشي الدورة الدموية في الساقيق مرسل